بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معاً Chapter 14 Gears أو التروس وبنتعرف على Types of Gears أو أنواع التروس المختلفة عندنا Spar Gear أو التروس العدلة في عندنا Helical Gears وطبعاً ده بياخد التروس الحلزونية بياخد ميل هنا في السنة وممكن يبقى Double Helical Gear والجزئية ديت بتستخدم في نقل القدرة مبين الأعمدة أو الأنواع اللي هي التلاتة دول بيستخدموا في نقل القدرة مبين الأعمدة المتوازية النوع الثاني هنا اللي هو Bevil Gears بأنواعه المختلفة سواء إذا كان Spiral أو Mitre Gear أو Straight Bevil Gear وده بيستخدم في نقل القدرة مبين الأعمدة المتقاطعة سواء إذا كانت بزاوية قائمة أو تقاطع منفرج أو تقاطع حاد طبعاً بيبقى فيه Limit للكلام ده عشان أقدر أن أضع الترس بحرية يبقى ده بيستخدم الأعمدة المتوازية ده بيستخدم الأعمدة المتقاطعة النوع الثالث اللي احنا شايفينه ده خاصة مش كله طبعاً ده ده Rack and Pinion اللي هو الجريدة المسننة وعليها الترس أما النوع ده بنستخدمه في الأعمدة المتخلفة لو لاحظنا هيبقى فيه عمود عندي هنا كده والعمود الثاني كده يعني إيه عمودين متخلفين لهم متوازين ولا متقاطعين ده اللي احنا بنستخدم فيه Warm Gears فيه عندنا طبعاً ممكن من الانتلنا Gears بيعمل مش مع جير تاني لكن من الداخل المصطلحات اللي احنا بنستخدمها في Gears أول حاجة إيه هي اللي هي موجودة هنا من أقصى نقطة في السنة إلى أقصى نقطة في الجهة المقابلة الديندم سيركل من القاع بتاع السنة من هنا وأحيانا حتى يسموها الروت أو الديندم سيركل من قاع السنة إلى قاع السنة في الجهة المقابلة البيتش سيركل دايامتر هو قطر وهمي قطر وهمي يتوسط كلا القطرين اللي هو ده القطر ده كلا اللي أنا ماشي عليه ده ده اللي احنا بنسميه البيتش سيركل دايامتر وده بيتوسط الاتنين وطبع قطر an imaginary circle the size of the gear is usually specified by the بيتش سيركل دايامتر وهو ده اللي أنا بستخدمه دايما في الحسابات بتاعتي نجي بعد كده ايه هو الأدندم؟ الأدندم هو المسافة القطرية of the tooth from the bitch circle to the top of the tooth اللي هي المسافة داي شايفين ده الأدندم اللي هو المسافة من البيتش سيركل إلى الطوب سيرفس بتاع السنة والددندم هو the radial distance المسافة القطرية of the tooth from the bitch circle to the bottom of the teeth اللي هي من عند البيتش سيركل الى bottom او اللقاع السنة ده اللي بيمثل الددندم هنا بس حبينا ننوه على انه دايما الأدندم اكبر من الددندم ده اكبر من ده ليه؟ لان طبعا الوج الددندم بتاع السنة التانية اللي هتيجي تدخل هنا لازم يدخل بحرية فبالتالي لازم يبقى فيه خلوص هنا ابعد عنه عشان الترس سنة الترس تدخل بحرية وتخرج بحرية النقطة اللي بعد كده the total depth و the total depth اللي هو هنا اللي هو بيمثل المسافة ما بين قمة السنة الى قاع السنة the radial clearance between the addendum and the dedendum circle of a gear الworking depth او الدبث العامل او العمق العامل ده بيمثل لي طبعا المسافة the radial distance from the addendum circle to the clearance circle ده اللي هو الworking depth اما clearance اللي هو الجزء ده طبعا ده بيمثل لي المسافة the radial distance from the top of the tooth to the bottom of the tooth اللي هما اللي اتنين بيعملوا مشنج مع بعض من قمة السنة اللي متداخلة هنا مع قاع السنة المتداخلة معاه نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله موسيقى Na